لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ايضا معلومات تتحدث انه تم الاتصال بشخصيات سياسية معناها انه هذا القضية المجلس الرئاسي هي هو الخيار الاقوى لذلك جرت فيه بعض الخطوات منها انتصالات بشخصيات هل تم هذه الشخصيات عرضوا عليهم انها تكون في المجلس او انه ربما ناقشوها عن المقترحات التي تراها تصلوا باحمد طالب الابراهيم حسب المعلومات تصلوا ايضا بمولد حمروش وهناك من يتحدث انهم تصلوا بعبدالعزي بالخادم وهناك من يقول انه تصلوا بشخصيات اخرى منهم رحابي وغيرو نتمنى من هذه الشخصيات ان تنفي او تؤكد هذه الاتصالات اذا صمتت معناها ان الجهات التي اتصلت بها طلبت منها حتى اذا تسربت المعلومات عليها ان تلتزم الصمت هناك من تحدث ان بعض الشخصيات رفضت رفضا مطلقا وهناك من التزم الصمت ولا توجد معلومات كافية في هذا الموضوع ننتظر ما ستسفر عنه الايام القادمة هناك ايضا من تحدث اصلا عن انه هنا يجري وضع شخصية مهمة من هذه الشخصيات التي يجري التواصل معها يعينوها في مجلس الامة وفي مجلس الامة يعينوها بقرار رئاسي معناها انه يخدم باسم الرئيس او ان الرئيس يوقع اشياء يوقع تمرر الدستور يوقع ايضا تعيين شخص جديد في مجلس الامة وهذا الشخص هو اللي يكون خليفته ويتبقى المادة المادة اعتقد 94 من الدستور الجديد اللي فيها يعني يقدروا يبقوا مع رئيس مجلس الامة وهو رئيس للدولة لمدة 7 شهور معناها 45 يوم بعد ذلك 45 ثلاثة شهور وبعد يمكن تمديدها لثلاثة شهور الى استحالة تنظيم انتخابات رئاسية معناها 7 شهر ونص معناها 17 ونص لديهم الوقت الكافي في مرحلة شبه انتقالية رئيس هم اللي عينوه وعن طريق مجلس الامة هو اللي يحكم البلاد ويبدأ عملية طبخ المرحلة القادمة هناك ايضا من طرحة فكرة انه يجتمع المجلس الدستوري ويعين الرئيس مجلس الامة او رئيس المجلس الدستوري كرئيس للدولة بالنيابة الى مدة 45 يوم يكون الرئيس اخذ راحته خلال 45 يوم وما ستسفر عنه الامور اذا تعافى فسيعود الى ممارسة واذا لم يتعافى تدخل الجزائر في المسار الدستوري مرة اخرى الواضح جدا من خلال ما سمعناه ان هناك مشاورات على صيغة جديدة من اجل مرحلة انتقالية هذه الصيغة اما تكون تحت اعين الرئيس باسم الرئيس الذي يعلن عن انتخابات رئاسية مسبقة تكون اكثر تقدير في منتصف 2021 او انها تكون وفق المسار الدستوري عن طريق الدستوري الجديد التي توصل سبع شهر معناها توصل منتصف 2021 او طريق اخر اخر يجتمع علي هذا الطريق الاخر ممكن ان يحدث عن طريق المجلس الاعلى للامن حيث يجتمع مجلس الاعلى للامن ويقوم باتخاذ قرار نهاية تلك المرحلة ويبرر الامر بتطورات ومعطيات جديدة خطيرة تؤهدد الامن القومي وكذا وكذا مثل هذه الامور ويعلن عن تعيين رئيس دولة بصفة مؤقتة وهذا رئيس دولة ويجمد العمل بالدستور القديم الدستور الجديد خلاص ينتهي امره امره المؤسسات يتم حلها ويبقى الرأي ويعمل مؤسسات انتقالية برلمان انتقالي وكذا 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 مثل هذه الامور ورئيس الدولة مفتوح امام المجال لطبخ المرحلة القادمة وهذا الامر فيه صعوبات ان ينفذوه الا في ظل حدوث اشياء مثلا الحرب مع المغرب تصاعد الحرب بين جبهة البوليزاريو والمغرب وتحدث ايضا مساس بالطراب الجزائري ومواجهات مع الجهات المغربية والمعلومات التي تحدث انه حدثت اجتماعات امنية وعسكرية ما بين الجيش الجزائري والجيش الصحراوي على مستوى القيادة هذا وتم الحديث ومناقشة تطورات هذه الاوضاع هذه مؤكدة واجزم لكم بها لانه لا يمكن ان البوليزاريو تدخل في حرب ارب من دون ان تستشير او تناقش ذلك مع الحليف الاستراتيجي لجبهة البوليزاريو تتمثل في الجزائر والجزائر الان الرئيس غير موجود الفاعلين في حكم الدولة هي المؤسسة العسكرية هذا هو الواقع ما يجب ان نلف ولا ندور ولا نحكي حكايات لا تعملها لذلك انا اعتقد بانه اذا حدثت تطورات في الجبهة الغربية فان ذلك سيكون تمهيد الى تغييرات وضع مرحلة انتقالية جديدة اذا تكون عن طريق المجلس الاعلى للامن ربما ايضا تندلع حرب اخرى على الشرق الجزائري مع ليبيا تطورات في الوضع الليبي مواجهات عن الحدود ايضا ممكن عمليات ارهابية من الوزن الثقيل مثل ما حدث في تيكنتورين ونحن ندرك بانه هذا العنابي يوسف العنابي الذي عين كزعيم لتنظيم القاعدة الارهابي خلفا لعبد المالك درود كال ابو مصعب عبد الودود الذي قضت عليه قوات الفرنسية في يونيو 2020 ونذو عدة اشهر وهذا العنابي هو المهندس لهجوم تيكنتورين واذهروا في هذه الايام انه تم تعينه كزعيم لتنظيم القاعدة وما رفق ذلك من دعاية اعلامية قد يؤدي الى التخطيئ الى عملية في الجنوب الجزائري ضد الامن القومي الجزائري وهذه ايضا ستكون من بين المبررات التي تدفع الى تسريع تنفيذ خطة معينة يجري رسمها من قبل القيادات العسكرية بالتعاون مع بعض الاطراف المدنية التي تحلب دائما في اينا او تحلب دائما في اواني العسكر ايضا ممكن تحدث عملية اغتيالات تطال شخصية معينة او شيء من هذا القبيل وهذا سيكون حافز جدا على ان اعلان ان الجزائر في حالة حرب حقيقية او في حالة مواجهة يا مع الارهاب يا مع دولة معينة وخاصة لاحظنا انه في الوثائق الذي بثته القناة التلفزيون الجزائرية السعيد شنغريحة رئيس اركان الجيش الوطني الشعب تحدث عن العدو الكلاسيكي وعن استعدادات الجيش والجزائر هي اقوى دولة الجيش الجزائري قوي وبعد ذلك ايضا في افتتاح الفندق الذي تم تحويله الى مركز لعلاج المصابين بكورونا ايضا تحدث على المؤامرة تحدث على اشياء كلها توحي على انه هناك تحضير نفسي الى شيء ما قد يحدث ويغير المعادلة في الجزائر وفق رؤية معينة يريدها سقور المؤسسة العسكرية لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر